تنتظر رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك ملفات اقتصادية كبيرة لحلحلة الأزمات ومعالجة مشكلة انهيار الريال اليمني الذي سجل تراجعا غير مسبوغ في تاريخه أمام العمولات الأجنبية خصوصا وأن الأسباب التي ساقتها الرئاسة اليمنية في ضرار إعفاء أحمد عبيد بن دغر من رئاسة الحكومة كلها تتعلق بالملف الاقتصادي والحديث عن إخفاقه في حل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة ويعاني الريال اليمني من النزيف المستمر وهبطت أسعار العملة المحلية على نحو حاد مقابل العمولات الأجنبية منذ نهاية أغسطس الماضي ووصل سعر الدولار الواحد إلى نحو 800 ريال خلال الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 513 ريال في منتصف الشهر الماضي واقعيا يطرح بعض الخبراء أن مشكلة انهيار الاقتصاد اليمني لا تتوقف مسؤوليته عن شخص بحد ذاته أو رئيس الحكومة فالأزمة تبدو أعمق من ذلك بحكم الحرب التي تجتاح البلاد منذ أربعة أعوام وتوقف معظم أصادرات اليمنية الرئيسية لكن نجاح رئيس الحكومة الجديدة في مهامه القادمة ومعالجة الوضع المعيشي لليمنيين يبقى مرهونا بمدى قدرتها على استئناف الصادرات اليمنية التي تدر العمولات الأجنبية للاقتصاد اليمني وخصوصا صادرات النفط والغاز وتشكل أكثر من 70% من نيزانية الدولة في حين تشكل صادرات الغاز وحدها 40% من الموارد اليمنية وبحسب اقتصاديون فإن تعافي الاقتصاد اليمني بحاجة إلى تحرك دولي جاد لإنهاء الانقسام المصرفي في البلاد وتوريد جميع الإرادات اليمنية إلى البنك المركزي الرئيسي ومحاربة الفساد المستشري في كل الجهازين المصرفيين المنقسمين في عدن وصنعاء كما تحتاج أي حكومة في اليمن لوضع حد لتلك الأزمات الاقتصادية إلى دعم كبير من قبل التحالف العربي ماليا ولوجستيا ومساندته في تصدير كافة الموارد الاقتصادية